موسيقى مساء الخير على جسر الانتقال الزمني ما بين سنة القلق 1969 وسنة الخطر 1970 وجدت نفسي على طائرة قاصدة الى موسكو في زيارة سرية يقوم بها جمال عبد الناصر الى الاتحاد السوفيتي كان قد قال لي عن هذه الزيارة ونحن في الخرطوم ليلة رأس السنة الجديدة وكنت افكر كما افكر في الاحتمالات وفي الامكانيات وفي ما يمكن ان يجري لكن يوم 20 يناير كنا فعلا على الطائرة في هذه الزيارة السرية وكان الموعد هو فجر يوم 20 في الجزء العسكري في اخر المدرج من المطار العسكري من مطار البازة وعلى الطائرة كان لسه الفجر تقريبا يدوب بيمشي يعني بيتحرك والبداية ضوء الصباح بيطلع والجو في مطار المازة في الجانب العسكري منه شوية جو زي ما بيقوله جرم يعني جاد او اكتر من لازم وفي الطائرة اطلعنا كنا على الطائرة وجا جابال عبد الناصر وكنا الركاب كلهم تقريبا 25 الطائرة كان جاية من اتحاد السوفيت يقصد ان تجيها طائرة السوفيتية في ذلك الوقت حتى من قبل السرية والحماية وصعد الى الطائرة حوالي 15 راكبا الخمسة عشر راكبا كان فيهم في الجزء الاول من الطائرة كان فيه طبعا كان فيه مطرح رئيس جمال عبد الناصر وكان فيه فريق فوزي وزير حربية في ذلك الوقت محمود رياض وزير خارجية وانا والسفير السوفيتي في ذلك الوقت سرجي بينو جرادوف وهو غير بلاديمير بينو جرادوف الذي جاءنا فيما بعد تشابه الاسمين ولو انه ليست هناك قرامة بينهما وبعدين في الجزء التاني من الطائرة كان فيه عدد من القواد المصريين وعدد من القواد السوفيت اللي كانوا جايين يدرسوا بعض الموضوعات اللي طلبها جمال عبد الناصر وبالتحديد منهم كان فيه الجنرال جلوبيون وهو خبير في الدفاع الجوي وكان فيه ايضا خبير في العمليات البحرية وهو برتبة ادمرال وهو اليكسي شيكاسكي وفيه مجموعة ايضا من الخبراء السوفيت الذين يعملون في مصر وفيه اربعة من سكرتارية الرئيس وفيه اتنين من اطباء جمال عبد الناصر جاءت طلع الطيارة وكان واضح انه عنده برد عند نوبة برد وجاله احد دكاترة احد الاطباء اول ما طلع وداله اظن دوة ما عاربش ايه هو لكن حاجة تقاوم البرد لانه كان عاوز اشتغل في فترة الطيارة اول الطيارة طلعت لكن اول ما طلعت الطيارة وبدأنا نبقى فوق الدلتة تقريبا جاءت معلومات بالفريق صادق رئيس اركان حرب في ذلك الوقت للفريق فوزي انه الاسرائيليين بدأوا عملية انزال على جزيرة الشدوان وبدأ الفريق فوزي رايح لبرج الطيارة مطرح ما بتيجي الرسائل المشفرة والسوفيت ما عرفوش فيها ايه طبعا لكن هي جاية رسائل مشفرة وقائد الطيارة السوفيتي او احد من الملاحين مكلف من الاتصالات بيديها الفريق فوزي وبتتحل بسرعة بواسطة زابط من الزباط اللي كانوا موجودين مع الفريق فوزي لكن عرفنا على طول ان فيها عملية انزال وبدأ الفريق فوزي يبدو عليه القلق فريق فوزي جاء قاعد معنا وبدأ يقول لجمال عبد الناصر انه يخشى جدا ان تكون عملية الانزال على شدوان هي مقدمة لعملية عبور الى الشاطئ الاخر اي الى الغردقة ثم من الغردقة الى ود النيل جمال عبد الناصر استبعد هذا الاحتمال بعد قليل يعني وقال له انه انا لا اتصور انه ممكن يعملوا عملية في نفس الوقت يعملوا عملية انزال في جزيرة ثم يعملوا عملية عبور من هذه الجزيرة الى شاطئ الغردقة ثم يحاولوا يقطعوا هذا الطريق الى ود النيل عشان يعملوا عملية سبكتاكلر او عملية استعراضية كبرى هذا في منتهى الصهومة فريق فوزي اقترح انه نرجع وانه ينزل هو ويقود المعركة وجمال عبد الناصر كان من رأيه انه يسيب المعركة اولا رئيس اركان حرب اللي معاه هو الفريق صادق ثم انه مطمئن الى قائد جبهة البحر الاحمر في ذلك الوقت وهو الفريق الشازي اللي هو الشازي في ذلك الوقت وقال له نسيب الموضوع للعسكريين يديروا معركتهم دون اعتراض لانه اذا رجعنا هنعمل ربكة شديدة جدا سواء فيما نقصد اليه من رحلة موسكو او الى للقيادة الموجودة لانه تقريبا هنشعرهم انهم ما يقدروش يتصرفوا لوحدهم يعني واضن انه هذا كان تقدير صحيح لانه المعركة استبرت معركة النزول على الشدوان واضنها كانت معركة هيلة والاسرائيين اضطروا انسحب وكانت عملية بيحاولوا يحتلوا جزيرة قدام الغدقة قدام ساحل البحث احمر وتصوروا انها ممكن تبقى مصدر ازعاج دائما لكن على حال في موسكو بعد كده تلقينا اخبار ان العملية انتهت لكن اول ما خلصت النص ساعة الاولى في الطيارة تقريبا راحت في موضوع شدوان وما جرى في شدوان وبعدين جمال عبد الناصر طلب سكرتيرو سيد محمد احمد في ذلك الوقت وجاب له شنطة بتاعته وطلع منها يا جمال عبد الناصر تقرير هو كتبه بخط ايده عن سلسلة لقاءات مكثفة عملها هو مع كل الخبراء السوفيات استعدادا لنحلة موسكو فيه كتميزة هيلة فيه انه راجل بيعمل الواجب بتاعه هو موارك زي ما بيقوله راجل بيعمل الواجب اللي عليه ويدرس موضوعاته قبل ما يتكلم فهنا كاتب ستة وعشرين ورقة بخط ايده على كل المراحضات اللي سمحها سواء من القادة المصريين اللي جم مع الخبراء السوفيات او من الخبراء السوفيات انفسهم لانه اراد ان يعد نفسه لمناقشة عسكرية ويعلم انها سوف اما جات الورق او بدأ الورق ده مجموعة الورق ده صورة منها وبدأ يقرأ فيها وبعدين طلب انه يقولوا الجنرالين الروس الجنرال والادمرال مع قادة مصريين ورياض وانا محمود رياض وزير الخارجية وانا خرجنا من المقصورة وتركنا اماكننا ودخل جمع من العسكريين وكانوا بيتكلموا في قضايا عسكرية واضحة ويعني انا ما كناش قاعدين على اي حال لانه سبنا الموضوع العسكري خرجنا البدنيين معينه محمود رياض اصله عسكري من اصله عسكري لكن كان تقريبا بقى مدني زينا كده فخرجنا خرجنا وهم اكملوا بحث وفضلنا في مجال البحث هما فضلوا في مجال البحث وانا ورياض وراء بنتكلم في الموضوعات السياسية وحن ايه اللي ممكن يثار وايه الاحتمالات وايه الى اخرين وبعدين وصلت الطيارة لموسكو وصلنا موسكو تقريبا الساعة عشر صباح والطيارة في فونوكوفو في مطار فونوكوفو اتنين مشت لغاية اخر المدرج وراحت على مكان بعيد وهناك لقينا اربع عربيات الزم السوفيات الكبيرة المغطية بالستاير ولقينا مع العربيات نازل الرئيس باتجورني وزير الدولة واليكسي كوسيجين رئيس الوزارة في انتظار جبل عضل مرسل والعربيات موكب العربيات مشي من المطار لفينا اخذنا طريق دائري فيما يبدو لانو السكة طالت او يعني طالعا شايفين وعارفين لكن ادركنا ان احنا ماشيين في طريق دائري لكي نتجنب الدخول في موسكو لانو كان مقصود سواء من جانبنا او من جانب السوفيات ابقى هذه الزيارة سرا لا يذاع الى اقصى مدى ممكن لانو هتبقى فيها كل الناس يعني كانت متحسبة انو هذه الزيارة لها معنى خاص في هذا الوقت اولا بعد كل ما جرى في التصعيد على الجبهة في غارات العمق في الثورة الليبية فيه تصاعد في الحوادث واضح ان احنا مقبلين على مرحلة فيها نوع من المسائل بتنشط والحوادث بتاخد اتجاه مندفع بشكل اواخر وصلنا الى تلال لين على نهر الموسكو في الناحية التانية من موسكو من مدينة موسكو الى الفيلا رقم واحد اللي كنا فيها المرة قبل كده زيارة قبل كده وعلى الباب كان موجود براجنف ليونيت براجنف زعيم للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ومع الماريشال جريتشكو وزير الدفاع وبراجنف حس انه جبال عبد ناصر قالولو او حس انه جبال عبد ناصر في العباد فاقترح انه نخلي الجلسة بكنا فجبال عبد ناصر قال لأ بوقتي احنا تقريبا بقينا الساعة 11 واحنا ممكن اوي حنريح شوية لكن حنبتدي الساعة 3 بعد الظهر النهاردة لانه يعني اولا مفيش وقت وبعدين اذا كنا عايزين نحافظ على سرية المحادثات فاهم حاجة انه انها لا تطول مدتها لا تطول وانا بيخدر كان وقتها انه ليس اكتر من يومين لانه ممكن اوي السر الوذاع في ذلك الوقت اوي تعرف بمقدار ما تتعرض اية حادثة او اية لقاء او اي شيء لمدة اطول بمقدار ما كان فيه فرصة اكتر انه امره ينكشف ويعرف ويوذاع احنا عملنا تعملوا تلات جلسات في جلسة مسائية وفي جلسة صباح اليوم التالي وفي جلسة في جلسة مسائية في نفس يوم الوصول في جلسة صباحية صباح اليوم التالي وفي جلسة مسائية في مساء اليوم التالي وبعقبها عشاء لكن في الجلسة الاولى بدأ جمال عبد ناصر على الطول بيشرح ماذا ايه الوضع على الجبهة اولا شرح ايه الوضع في المنطقة وبدأوا هم يسألوا على اللحاصة على معربها واهتموا بموضوعين الموضوع الاول هو موضوع ما الذي جرى في ليبيا وهل كنا على علاقة به وما هي اتجاهات النظام هذا النظام الجاي في ليبيا واللي جاي على موقع استراتيجي في منتهى الاهمية على البحر الابيض وبموارد بترول واضح انها لها اهمية واهمية موارد البترول الليبي وانا شرحت هذا هي قربه من اوربا واهميته في انه هو ده بترول طائرات بالدرجة الاولى والاتحاد السوفيتي بشكلة واخر مستغربين جدا مما جرى لفت نظرهم اللي جرى في السودان قبل كده لكن ما كانش بيعلقوا عليه كتير لكن ما جرى في ليبيا كانوا مهتمين بيه جدا وبعدين موضوع التاني اللي هم مهتموا بيه هو موضوع مقتبر القمة وبعدين حرب الاستنزاف بدأ جابال عبد الناصر بيتكلم بيقول اول حاجة انه احنا الامور على الجبهة انا بعتقد انه احنا قد لا نكون عملنا مواجزة لكن على وجه اليقين عملنا شيء مرضي وعندكم تقارير كل الخبراء ونحن نعتقد انه الان جاء الوقت انتوا اتكلمتم في العمل السياسي الفترة طويلة ولهاية العمل السياسي كما زي ما اتصرته وبتفوض مننا مع الولايات المتحدة الامريكية فات عليها مدة طويلة قوي وقد وصلنا الى ما يسموه مشروع راجرز مشروع راجرز بالنسبة لنا احنا لم نعلن في رأيه لان احنا عاوزين مسألة نصه لأول مرة على الانسحاب الكامل تبقى موجودة لكن بقية المشروع في حاجات فيها نحن لا نستطيع قبلها ونحن على ايه حال منذ البداية ونحن نقول والرئيس بريجنف انا استعسى اشهد بريجنف هو المرة اللي فاتت لما انا قلت شعار ان ما اخذ بالقوة لا يسترده بدونها هو تفضل وقال لي انه هذه هي تجربة الاتحاد السوفيتي بالضبط في الحرب وقدام هتلر وهو بيقول انا اظن انه مهما كان العمل السياسي مهم فالعمل السياسي مهم جدا اولا لتغطية فترة كان ضروري فيها ان نعيد استعداد والحاجة التانية انه كان ضروري جدا لاقناع العالم بنوايانا السلمية وان احنا مستعدين لكنه الان نحن وصلنا الى موقف نحن نعتقد انه سوف يتصعد وبالضروري ان يتصعد وانتوا سمعتوا قبل كده مننا واحنا اتكلمنا في هذا كله وخبرائكم على حال موجودين معنا وهم على اتصال لحد كبير جدا بما يجري على الجبهة لكنه غارات العمق النهاردة عندنا مشكلة كبيرة جدا عندنا مشكلة دفاع جوي في غارات العمق لانه غارات العمق ممكن جدا انا بتهدد اهداف حيوية ممكن تهدد اهداف حيوية احنا رفعنا كفاءة القوات المقاتلة على الجبهة الى درجة ارغمت الاسرائيليين على انه يعيدوا التفكير في مواجهة من نوع الاخر لانه واحنا قدامنا كل التقارير وهو كان في معاه تقارير بالفعل من هذا النوع وهم كان عندهم هذه التقارير لانه ما كانتش معلومات سر معلوماتك جاية من اسرائيل انه الشباب الاسرائيلي بيهرب من الحرب على الجبهة مش عاوز يروح الجبهة لانه كان فيه تغيير حاصر في المجتمع الاسرائيلي بعد سبعة وستين ناس كتير اوي لازم تدركوا مجتمع الاسرائيلي بعد سبعة وستين اصابتوا لوبة غرور واصابتوا لوبة انها انتهت الحرب وخلاص اتحققوا النصر الذي ينهي كل الحروب وبدأ يبقى فيه شباب مش مساعد يموت في اسرائيل مش مساعد يموت حاجة تانية انه تكاليف الدفاع بحرب الاستنزاف بدت ترتفع من تكاليف سنوية قدرها سنة تمانية وستين مصاريف ميزانية الدفاع كانت ميتين وستين مليون دولار في ذلك الوقت وهي الان زادت قاربت على سبعمية مليون دولار ستمائية وثمانية مليون دولار بالضبط طبقا ارقام موثوقة من البنك المركزي الاسرائيلي ما فيها السر وهذا بسبب تصعب العمليات فالاسرائيليين ازاء اولا كفاءة من ناحية قوات بصرية اعباء نفسية على الشباب الاسرائيلي اعباء مادية رأوا انه ينقلوا المعركة الى العمق وفي معركة العمق نحن بوضوح نواجه مشاكل لانه ببساطة دخول الطائرات الفانتوم في معارك العمق وقدرتها على الطيران الملخطط عملنا مشكلة صواريخ الدفاع الجوي اللي عندنا كلها اللي احنا اخدناها منكم كلها هي سام اتنين سام على فكرة لا يشكل ما روسية ولا حاجة سام هي صاروخ من الارض الى الجو فسام اتنين اللي احنا اخدناه منكم ده واللي احنا استعملناه طوالوقت بيصلح جدا للارتفاعات العالية فوق خمسمائة متر لكن الاسرائيل ما بيجوش فوق اهداف الحيوية عندنا في العمق في هذا الارتفاع بينزلوا بالطيران واطي جدا وبيضربوا ضربات سواء على بواقع حيوية زي ما حصل في ناجح حبابي او على اهداف مدنية زي ما حصل حتى في مدارس وفي منشآت مستشفيات حتى لانه في هدف ترويع المدنيين الى جانب هذه الهداف الحيوية ونحن نطلب نعم اخر من الصواريخ نحن نعلم انه موجود عندكم وهو سام ثري سام ثري صالح طبقا لبعنماتنا اولا هو متحرك الحاجة التانية وهي المهمة جدا انه قادر ان يغطي فجوة الخمسمائة متر فوق سطح الارض لانه سام ثو طالع لغاية اي ارتفاع ممكن لغاية 4000 متر لكن سام ثري هو اللازم لتغطاة هذه المسافة من الارتفاعات المخفضة وهذا ما نريده ونحن نعلم انه عندكم في هذه اللحظة طلع القصيجين قال انه يستحيل ده اولا ده لسه تحت التطوير ولم يدخل في الخدمة فبراجنب في ذلك الوقت قاطع رئيس وزراءه وقال له انتظر لما الرئيس ناصر يفرغ من كل يكمل كل كلامه فكمل جمال عبد ناصر لكن ملخص كلامه اننا الان في حاجة الى نقلة جديدة في موضوع الصواريخ وبدأ هما مش عاوزين يده ده لكن او يعني الانين او يده قصيجي رجع تاني يتكلم بيقول ايه بيقول انه سم لا يزال سمته في استخداماته لكن هو المسألة مسألة انتوا كيف تستخدموه لانه كل سلاح في وقع الامر الصالح اذا عرفت الطرق المثلة لا استخدامه وهو يخشى ان تكون هناك فيه اخطاء في استخدام سام تو الى فيه فيه مشاكل فيه فيه لكن ده ممكن تحل وعس كريم موعد ممكن يعود ويتكلمه جبال عبد الناصر كان واضح انه عنده معلومات واضحة عن سام فري وهو معتقد وهو مصمم على الحصول عليه في نهاية هذه الجلسة براجنف قال قال لجبال عبد الناصر قال صادقنا وانا كتبها صادقنا ناصر يريد ان يحصل على كل ما يريد ونحن نريد ان نعطيه او نقدم ده كل ما يحتاجه وهنا فيه فرق بين ما يريده وما يحتاجه فاتفق على انه في فترة المساء العسكريين ما يتعشوش ويعودوا مع بعض العسكريين مش يحضروا معنا العشاء بتاع اليوم الاول في اليوم الاول العشاء في اليوم الاول وانما هم يعودوا يبحثوا هل نقطتين مهمين جدا نمرت واحد هل يمكن ان تكون هناك استخدامات اخرى نحن لا نعرفها فيما يتعلق بسام اتنين العسكريين بتوعنا كنقاطعين في انه نحن استنفدنا كل وسائل فيه وهو لا يصلح قطعا للطيران المنخفض لمواجهة المنخفض على الاهداف الحيوية خصوصا المحارب العمق غارات العمق بتدخل في مرحلة كبيرة جدا واستشهد جمال عبد الناصر بانه نوايا الاسرائيليين حتى في محاولة النزول في شدوان قد تكون تعطي اشارة واضحة الى انه عاوزين يهددوا اهداف حيوية في الصعيد وبالتحديد في ذهنه السد العالي على حال الاجتماع السياسي انفض والعسكرين بدوا يتكلمون العسكرين جمب في جلسة الصباح صباح اليوم التالي وعملوا اجتماع تاني بيكملوا فيه وبعدين دخلوا الجلسة الاولى في هذا اليوم اليوم التالي بالزيارة وهذه جلسة كانت من اغرب الجلازات اللي انا شخصيا رأيتها في كل التجربة السياسية اللي يتيح لها النعيشة لانه دخلوا العسكريين والعسكريين بدأ ان فيه بينهم انهم العسكريين السوفيط حطوا مشكلة كبيرة جدا هذه المشكلة بيقولوا ايه ممكن اوي تاخدوا سامترية اولا هو لم يخرج اطلقا بتحلصه فيتي حتى ما رحش لدول حل فورس والطريق فوزي قال في الاجتماع المسائي قال له دول حل فورس ما بتحربش احنا اللي بنحرب وعلى حال بصرف نزع عن كل المناقشات لكم من العسكريين كان واضح جدا لحال العسكريين السوفيط على طول الخط تقريبا بيدون حجل كمان لان هم كانوا متعاطفين جدا هم في تصوراتهم متصوراتهم انه الحزب بيضيع الاتحاد السوفيتي وهم الامناء في ذلك الوقت وهم الامناء على قوة الدولة السوفيطية لكن ما قلنا تان يوم اما قاعدوا تان يوم في الجلسة كان فيه اثار مشكلة بدت بلا حل هذه المشكلة هي انه هي طواقم الصواريخ التي تعمل على السام اتنين اللي هو الارتفاعات العالية اللي هو عندنا هذه الطواقم لا تستطيع ان تنتقل من هذا الطراز الى ذلك الطراز لانه الطرازين مختلفين تماما فهذه الطواقم التي تعمل عندنا على السام اتنين لا تستطيع ان تنتقل للعمل على السام تلاتة الا بتدريب خاص يستغرق ستة شهور وهذا التدريب ايضا مش بس كده ومعدات هذا التدريب كبيرة جدا وكثيرة جدا الى درجة انه لابد ان يجري التدريب في الاتحاد السوفيتي وبدى كالسيجن وهو الزعيم المتشائمين في ذلك الوقت يقول طيب وصلنا الى اللي احنا كنا بتكلم عليه اذا كان ليس سهلا ان تنتقل طواقمكم المصرية من العمل بالسام اتنين الى العمل على السام تلاتة الا بستة شهر من التدريب فكيف يمكن ان تغطى هذه الفترة يعني هتجيبه تاخدوا صوائم الصواريخ بتاعكم وتسيبوا الصواريخ وتسيبوا مواقع الدفاع في العملكم كلها لغاية ما على طواقمكم تروح تتعلم على سام تلاتة وبعدين تترجع طب تعملوا ايه في هذه الفترة هل حتبعدتوا ناس جداد مختلفين خالص لا خبرة تلاهم بموضوع العمل على الصواريخ وبدى انه الموقف وصلنا الى عقدة فعلا عقدة وبعدين وبراجنف بدى يؤيد قصيجن وبعدين دخل جمال عبدالس تدخل قال قاعد كان باين عليه طول الوقت في هذه الجلسة وهو بيسبع هذه الحجج طريق فوزي صبعا كان اختروا بيها صباحا قبل بنخش الجلسة كان قال له راح له قاعد معاه لمدة عشر دقايق وقال له انه احنا المشكلة الكبيرة اللي حلعفين عليها النهاردة هو موضوع تواقب الصواريخ لانه مش حال له وانه في رأي الخبراء السوفيت او في رأي من تحادثنا معهم وحتى باين من جلسة باين انه فيه فجوة هنا وانه فيه صعوبة جدا فانا بصدية جمال عبدالناصر بيقول ايه بيقول انا عندي اقتراح احنا فيه فجوة ستة شهور فعلا وانا باقترح فيها حاجة على الجبهة نحن مستعدين لتحمل كافة المخاطر وسوف نظل نستعمل صاروخ او الصواريخ اللي هي السامتو اللي هي عندنا وسوف نتحمل مسؤول الجبهة كامل لكن في العمق احنا حنسحب مستعدين نسحب كل طواقب الصواريخ سامت اتنين تروح للاتحاد السوفيتي وتتدرب لستة شهور وفي هذه الفجوة الزمنية صواريخ لن تترك خليه احنا عاوزين من عندكم خبراء يجوا شغلوا السامتري اللي هيتنقل معهم طورا الى هذه الموقع الحيوية وهم يشغلوه في فترة الستة شهر لغاية ما تواقمه الاصلية اللي بتشغل على ثامتو تكون ثامتنين تكون رجعت من الاتحاد السوفيتي بعد ستة شهر وتستلم موقعها والسوفيتي بشو فبدأ الزعماء السوفيتي بتجرني هنا داخل رئيس الدولة بيقول انه هذا معناه انه احنا هلاقينا بسنا موجودين مشتركين في الحرب وانه هذا وضع خطير جدا وانا نحن قلقين ده ممكن يعمل ازمة من الدرجة الاولى وبدأ براجلف يسايره في هذا وبدأ قصيجي اني لقيها فرصة ايضا بتشاؤمه انا كنت دايما ساعاتي لقيه وكنت اقول زمان انه بيبقى عامل زي مالك الحزين كده مراتي بقى تقطيئة ومتجهمة وصعب قوي يبتسم كان قصيجي لكن هنا بقى عندهم ما تصوروا انه موقف لا يمكن الاتحاد السوفيتي يتحمله يعني فجمال عبد الناصر ببدا يتكلم بيقول الانتحاد السوفيتي بسياسة الكنتينمنت متعرض لهجوم فعلا واللي احنا شفناه في تشاكتوفاكيا السنة اللي فاتت واللي احنا شايفينه في اوروبة الشرقية الولايات المتحدة الامريكية واخد سياسة اجراسف سياسة عدوانية تقريبا وانتوا بتطلعوا بيانات وبتكتفوا بتسجيل مواقف وهذا بيضر بيكم واحنا شفنا قبل كده بسبب تجروا الامريكان وسبب تجاسر اجهزتهم العلنية او الخفية انهم من اول اندونيسيا لغاية غانا لم يتورعوا ان يخشوا في عمية انقلاب واذا المرة دي اذا احنا لم نكسب هذه المعركة وبكل وسائل وهذا امر ينبغي ان تدركوه اذا لم نستطع ان نصحح موازين ما جرى يوم خمسة يونيو فانا بعتقد ان احنا سوف نقاسي لكن تحت سوفيتي سوف يقاسي وسوف يكون الهجوم عليه في هذه المرة مباشرة وليس عن طريق اصدقائله تصدق مواقعهم موقعا بعد موقعا في اسيا وفي افريقيا وفي شاقر اوسط بيكمل جمال عبناصر وانا كاتب الجلسات جلسة جلسة تاريبا بيقول لي صديقنا قصيجن انه هذا معناه مواجهة الابريكان في مليون مرة وحتى في موضوع قوبة والصواريخ الكوبية وقفوا وعملوا تحديوا وفرضوا حصار وانتم بهذه الطريقة المبالغة في الحضر نحن لا نريد مغامرات ولا نريد لانه قصيجن قال ده معناه ممكن يؤدي الحرب ان هو ايه قال له انا مش عايز حرب ان هو ايه انا احنا بنحاول نعمل تصاعد محسوب وانا لا اعتقد وحتى لو انتم طردتوا انتم موجودين في الدفاع عن مواقع عمق مدنية ولمدة ستة شهر وانا لا اريدكم اكثر من ذلك لا اريد لا اطلب منكم اكثر من ذلك بلاقشات حمية جدا لكن بقى واضح ان القيادة السوفيتية بقت قدام موقف غريب زاد على الموقف ده انه جمال عبد الناصر خلص الكلام كنا بقينا حوالي الساعة اثناشر من عشرة اثناشر خلص كلامه قال اذا انتم عاوزين تخلوا مستقبل عالم مستقبل امريكي حاضر انا مستعد اترك مكاني لحد يقدر اقول له تعالى هنا المستقبل امريكي فتعالى وتصرف لانه واضح انت حد سوفيتية انتهى وخسر حرب البلدة باجرف بقول له صادقنا لاصر بنفضلك ادينا فرصة لانه انت بهذا الشكل بتحطنا في مأزق شديد جدا لانه هذه عملية ينبغي ان تحسب اللي انت قلته في امكانية الانتقال من سام اثنين الى سام ثلاثة هذا وانه خبراءنا يبقوا موجودين وحتى لو كانوا موجودين في العمق هذا سوف ينطوي على مخاطرات شديدة جدا الغريبة جدا قالوا عوزين فترة بعض الظهر فترة الظهر والى المساء يدون ان ديهم فرصة لغاية ما يقدروا يبحثوا وقالوا وكان صحيح انه حيجيموا المكتب السياسي كله لكي يناقشوا موضع مسألة خطيرة وحيجيبوا ايضا حيجروا ايضا الاجتماع كل مرشلات الاتحاد السوفيتي احنا رجعنا على فيلا رقم واحد في تلال ليلة وبعد ما رجعنا بعد الساعة مراد غالب سافرنا في بوسكوك في ذلك الوقت كان عم رايح جاي من الجيمنيزيا محيط القادة السوفيت بيجتمعه وما بيشوفش حد من القادة السوفيت لكن بيقابل سمنوف وكان وكيل وزارة ويحاول يشوف ايه الاجواء لكن على بال الساعة تلاتة تلاتة بعد دور كمية طائرات الهليكوبتر اللي جاية تنزل وراء الجيمنيزيوم لانه كان فيه هليو باد كان فيه مهبط طائرات الهليكوبتر وراء الجيمنيزيوم فيه كميات طائرات لا يتوقف هادرها طائرات الهليكوبتر جاية وموراد غالب جاي بيقول انه مرشلات كتير اوي جايين وانه سمع ان المكتب السياسي جاي وانه شاف هناك شمي شاصني واحد من اعضاء المكتب السياسي اللي هو بيعرفهم وشافه على مدخل الجيمنيزيوم وانه واضح انه في اجتماعات على مستوى اعلى مستوى في تحات سوفيتي ومستوى طوارئ لانه فيها تقريبا مكتب السياسي كله وكل مرشلات تحات سوفيتي كنت بقول غريبة اوي انه اخر واحد جاء ويبدو انه جاء على عجل لانه جاءوا الجلسة التالتة منعقدة وهو ادميرل جاشيكوف قائد الاساطير الروسية والرجل المجنون بالبحر البيض وانا وقفته وشفته بعدها يعني بعد الاجتماع وكان بيتكلم على البحر البيض وبتكلم بيه سأل سؤال هو قالت تعرفه انه ليبيا عندها شاطئ على البحر البيض تلات تلاف ربو ومئة كيلو احنا كنا قلنا تلات تلاف قال لها تلات تلاف ربو ومئة كيلو متر واذا وضع مع الشاطئ المصري والشاطئ السوري والشاطئ العربية المطلع البحر البيض يبقى البحر البيض كله تقريبا محارة عربية عد المهم يعني هما جينا في الجلسة التالتة دخلنا في الجلسة التالتة والجلسة التالتة كانت ايضا غريبة جدا جلسة التالتة بدأ برجنف بيقول لجمال عبد الناصر بيقول له اتخذ قرارا على اعلى مستوى من اخطر القرارات اتخذها في عمره بعد الحرب على بيات تانية لانه نحن امام تصعيد نحن نعلم اهمية شرقاء وسط ونحن ندرك كل اللي انت قلتوه ونحن لا نريد لهذا الموقع التحرر العربي ان يوضع في مأزق ونريد ان نساعد العرب بكل وسيلة ونحن ندرك زي ما قال صديقنا ناصر انه في هذا كله جزء من جزء من دفاعنا عن تحاد سوفيتي ونحن سوف ندخل كله كلام معقول جدا وانه تنطية هذه الفترة بالعمق في الدفاع عن العمق والتي تقتضيها ضرورات تعليم طواقمكم على عاملة على سام اتنين على الصاروخ الجديد سام ثلاثة هدول كلهم هنروحوا التحاد سوفيتي ونحن عندنا خبراء او قوات هتحل محلهم وتتولى لكن عاوزين نبقى واضحين ان احنا دشلين فقط في الاهداف الحيوية والمدنية ودفاع سلبي ده معنى ان نمنع غارات غارات عليها لكن لا نطارد منها جمال عبناصر بيقول له متفقين مش عاوزين انكم تحاربوا عنها نحن نريد ان نأمن انا مش عاوز استنى لما لاقي انا عندي وطلع معه لسة الالف قال لهم على عندي مجموعة اهداف حيوية موجودة المحلة الكبرى موجودة ميناء الاسكندرية موجودة كفر الدوار موجودة منطقة حلوان موجودة منطقة السيط وما حولها موجودة منطقة السد العالي هم 11 منطقة 11 منطقة انا اريد الدفاع سلبيا عنها حتى اتأكد انه الاسرائيل مش هضرموني في العمق وسبولنا احنا الجابة فاحنا متفقين 6 شهر فقط ما نقدرش نستنى بكده 6 شهر فقط وبعدين برجنف قال وهذه ملاحظة تستهق التسجيل لانها لها اثر فيما بعد قال له سيادة الرئيس اذا بقيت قوتنا في وقت انتو تخوضوا في معركة فمعنى هذا ان احنا وقت تخشنه في حرب عمور يعني لو كان عارفين نحن بنحضر فاذا كان هناك وقت اذا جاء وقت في عملية عمور وفي قوتنا فسوف ينشأ موقف نحن لا نستطيع احتماله فعندما لعب ناس بقوله انا بتعهد وانا مش عايز لا عاوز في مواجهة بينكم وبين الامريكان ولا انا عايز انه اي حد ممكن يقولنا ان احنا حاربنا بجنود سوفيت او بصوبات سوفيت فقبل المعركة انا بقاعد انه مش بس اللي جايين للدفاع ولا خبراء كمان ولا حد بنعدكم انا لا اريد افراد سوفيت وقت ما تجيء المعركة الكبرى لنا على جبهة القتال موجودين ضمن قوات اريد للمعركة ان تكون مصرية وعربية بطريقة واضحة وكاملة الحاجة التالتة اللي هما كانوا انه يعني كيف يمكن ان يكون رد فعل الجماهير المصرية في هذا فقال له جمال عبد نصر قال له انا ادرا بالجماهير المصرية ومعديش مشكلة فيها فانا انا ادرا بيها المهم حصل اتفاق يبدو انه لا يكاد يصدق لانه فيه فيه تطور بقى حاصل بعد الاجتماع الاجتماع بقى باين انه فيه نتائج مهمة جدا فيه عشاء بعد كده برضه في الجيميز يمكن فانتقلنا من قاعة اجتماعات طلب رئيس عبد ناصر طلب نص ساعة بس ترفرش يعني يغزر وشنة ورجع تاني على العشاء ورجعنا على العشاء وبعد العشاء كان واضح انه فيه قرار مهم قوي اتخذ وانه فيه تطور وتصعيد في الحرب في معركة الاستنزاف وفيه حنارات العمق وفيه موقف على الجبهة لانه ببساطة كده ان الاتحاد السوفيتي ياخد او قوات السوفيتي تاخد الدفاع السلبي على العمق لمنع تدمير اي حاجة دون ان تطرد مش عايزينها تطرد مش عايزين تاخد حاجة دفاع نشيد مش مطلوب دفاع نشيد ده معناها انه بقى ممكن اول لصنع القرار المصري يركز على الجبهة حتى انا شفت الفريق فوزي يعني رجل سعيد جدا انه الجبهة هتبقى هي اهمه والدفاع الجوي قاعدة الدفاع الجوي كانت موجودة ومثلة في الاجتماع ده انه همهم هيبقى هم كله على الجبهة والعمق مش هيبقى مسؤولتهم في الفترة هنا بصارت في النظر دفاع نشيد دفاع سلبي المهم ان لا تصاب اهداف مدنية او يبقى فيه حماية عليها قاعدين على العشاء انا مش روحب باني لقيت جاي ما خدش باني اطلقا حد بيحط ايده على كتفي من ورها لقيت برجنف بيقول لي هم عادة لما يعني حد يبقى تقرب منه تقربوا من قول تفاعرش الرفيق ما قال ليش يوميها التفاعرش ولا على حال عمره ما قال لي لكن قال لي جاسبادين هيكل انا مستر تشيرمن سيادة الرئيس رحت تحت امرك بقول لي جاسبادين هيكل كل الكناب حتعوي ابتداء من الغد بيقول لي عن طريق المترجم طبعا في مترجم مترجم بيقول لي كل الكناب سوف تعوي ابتداء من غد اta تنخير ان شاء الله ايه الكناب اللي هتعوي دي كلها فبيقول لي بكرا الصحافة العالمية كلها اذا تسرب الخبر عندما يتسرب خبر باتفاقنا اليه فسوف تعوي كل الكناب في الصحافة العالمية وبيقول لي جاسبادين هيكل انت بتعرف الصحافة الغربية اكتر مننا وبتعرف الاعلام الغربي اكتر مننا وانا عارف انت يعني كان كتر خيروarbeiten فانا بقول لي ارجوك تفكر في خطة كيف يمكن عندما يتسرب هذا الخبر ونحن سوف نفعل كل ما بتوسعنا للحفاظ عليه سرا لكن عندما يتسرب كيف تكون خطة مواجهته اعلاميا انا عايز اترجاك ما هو بيقول اعاوز اترجاك انك انت تفكر في هذا جديا وتقول لنا قول للسفير ايه كيف يمكن مواجهة الاعلامية في الصحافة الاعلامية لانه قد نواجه بمشكلة كبيرة وارفعه درجة حرارة الازمة اعلاميا وهم عندهم الكفاءة بهذا الطريق قلت له يعني حاضر وكتبت على هذا كله في هذا الوقت في كتاب درود رمضان بشرته الاندي تايمز كاملا حكيت المشكلة دي حكيت القضية دي وفي كتاب سفينكسو اند كوميسار حطيت كل التفاصيل الخاصة بهذا الاجتماع السري او جزء منها ما كان يمكن ان اقوله في ذلك الوقت لكن بقى واضح ان احنا قدما يحكيها كبيرة قوي تاني يوم ابلغونا هم ابلغونا بعدة اشياء الحاجة الاولية انه اختيرة لقيادة العملية القادمة عملية الدفاع الجوي السلبي هم كانوا مصممين على السلبي واحنا ما كانش عندنا مانع لكن تصميمهم بدأ حتى نوع من طبقانة النفس انه اختاروا الجنرال سمير روف وهو واحد من خبراء الدفاع الجوي المشهود لهم وانه هو ده كمان ايضا هو اكتر واحد كان موجود حتى في تصميم السام ثري اللي هو حيجلنا سام ثلاثة صاروخ الجديد المتطور والمتحرك والقادر على مواجهة الارتفاعات المنخفضة ده هو اللي حيبقى مسؤول عن العملية واختاروا جريتشكو يظهر مجموعة العسكرين سهروا يظهر لغاية الفجر بلغونا بيها الحاجة التانية انهم عرفنا انهم سموا العملية اسم رمزي وهو ققاز لكي تبدو حتى قدام القوات السوفيتية ان الموضوع لا علاقة له وانه هو قوي مش بس مصر يعني ومش بس الشرق الاوسط لكن هو ايضا جنوب الاتحاد السوفيت اذا حدث الضرر واسع النطاق واذا حقق الامريكان ما يريدوه في موضوع في الشرق الاوسط اذا فسوف ينكشف الققاز فاختاروا الاسم الرمزي ققاز لهذه العملية وبعدين بقى واضح انه انا وقتها واقف وحتى وانحنا خارجين على الباب في الجلسة الاخنية يعني انا شايف صورة قدامي انا واقف وسط القدر السوفيت وفسط الوفد المصري وبرشيف كان بيكفكر بيقول لي عليك مسئولية انه ال وانا بتحك بقوله موضوع حاضر يعني ممكن قوي انه لا تقلق من هذا يعني حنشوف طريقة ايه الممكن لتعمل في مواجهة لكنا متصورين برضو هم كانوا كلهم متصورين انه ممكن ابقاء هذا الموضوع سرا الى اطول مدى ممكن وحتى بيهذر بيقول لي اوعى تكذف حاجة عن هذا الموضوع فيما تقلق الأسبوع والتب يا راجل مهم يعني ارجوك تطمئني الموضوع مش بتروح انا يا راجل مدرك ايه اللي بتعمل يعني لكن مريشات التحاد السوفيتي كلهم انا كنت شوفهم في ذلك الصباح شوفناهم على الفطار لانه فطرنا مع بعض قبل ما نمشي كلنا يعني كل وفدين مع بعض اعضاء المكتب السياسي والقيادة السوفيتية ومرشالة التحاد السوفيتي وادميرالاته عدد يعني انا شخصيا عمري ما شفت هذا العدد كله من المريشالات قد ما شفت في ذلك الصباح يعني وبقى واضح انه السياسيين بقى واضح انه السياسيين مدركين انهم اقدموا على قرار بلغ الخطورة وكلهم متحسبين لردة فالامريكي حصل حاجة في منتهى الاهمية في هذا الصباح برضو انه جراميكو جاي بيقول واحنا واقفين بيقول انه كانت الجلسات تعريبا كنا خصت بيقول ايه بس بلاجنف كان واقف كالسيجين كان واقف بادجارني واقف محمود رياض واقف فريق فوزي واقف وانا واقف جراميكو بيقول بس احنا لقتي عندنا مشكلة كبيرة اول لانه احنا انا خايف الامريكان اول ما اعرفوا احنا اللي انتو سبتنا المحادثات السياسية معاهم في الفترة الماضية كلها ووصل مشروع راجز لما نجي عن استقنف المحادثات بعد كده بعد اجتماعنا ده وحنستقنف المحادثات طبعا لانه في نيويورك في اللجنة الربعية شغالة فجمال عبد الناصر بيقول لجراميكو وانا قالوا لا يا خلاف انت متقلقش من محادثات السياسية احنا حنا خدها لانه انتو اذا ابتديتوا دلوقتي محادثات مرة تانية مع هذا معناه حاجتين مش بس اللي انت بتقوله الحاجة الاولية انه الامريكان حيكلموكو على مشروع راجز واحنا لا بنرفض ولا بنقبل لكن انت والكشعب سيبونا الموقف معلق كما هو الحاجة التانية انه انتو حيسألوكو على موضوع الاسلح اول ما يتسرب حيسألوكو على موضوع الاسلح وانتو سوف تجدوا انفسكم في حيرة مما تقولوه فعلى اي حق لانه احنا نقدر نقول حاجة تانية اذا جمسألونا في مشروع الراجز فحال تناقش معهم اذا جمسألونا في وضوع الاسلحة فحجاتنا جاهزة لحن لنا حق في الدفاع عن انفسنا بكل الوسائل اذا تدخل كامل هم موجودين فيه وراء اسرائيل واخره هذه الطائرات الفانتوم اللي بتغير علينا في العمق فانا موقفي في هذا اقوى من موقفكم وبالتالي تفويض اللي كنت الدماء كنا الدماء علشان انتو تكلموا سياسيا وصل الى مشروع الراجز موضوع انتهى وحناخد احنا المفاوضات تانية مرة اخرى لكي يبقى عليكم كفاية اوي كالترخيركم فاللي انتو عملتو لغاية دلوقتي لكن الموضوع السياسي نحن سوف ناخده والزعماء السوفيت بدأ عليهم كبان ايضا انهم مبسوطين وانحنا خارجين ده وده انا اكتر موقف كنت متحرج منه وهو بيحدث قدامنا كنتش عارف حقيقة حصل في ايه لكن جال جنرال كاتشكن كبير خبراء السوفيت في مصر كان قبلها كان فيه قبله كبير خبراء لاشنكو جنرال لاشنكو وهو كراجل هايل مع قصاب في تعاونه مع عبدالعمرياض في حرب الصواريخ لكن حل محله جنرال كاتشكن وقال جبال عبدالناصر وانحنا خارجين من الجيمليزم والزعماء السوفيت لسه مش بعيد بيقول لي جبال عبدالناصر عن طريق مترجم برضو انه سياد الرئيس عندي مشكلة ايه بيقول له جبال عبدالناصر اي مشكلة بحيات قال له خبراءنا الموجودين وظباطنا الموجودين من الاتحاد السوفيتي واللي حيروحوا في التقيمة اتفقتهم عليه بيحسوا انهم زي جنود عصابات لانه كنتوا بتمنعوهم من ان يدفدوا ملابسهم السوفيتية بلابس الرسمية لجيش السوفيتي وكلهم بيلبسوا اوبرول بدون علامات رتب ويبقى الجنرال زيه زي الشويش وما بيبانش فكرامة البدلة السوفيتية وكرامة الجيش السوفيتي انه زباطه يبقوا موجودين معاكم في مصر ومع ما اتفقنا عليه بهذا الشكل ويبقوا مضطرين يربسوا اوبرول حاجات زي العفريطة بتاعت العمال زي ما بيسموها يعني فكلهم بيكلموني بقولوا اذا كان ممكن تسمحوا لهم يبتدوا بلابسهم بالعسكرية الرسمية لانه مش عاوزين يحسوا انهم جيرلز كلمته مش عاوزين يحسوا انهم بحال محال مع اصابات انا ما سمعت الكلام ده عن طرق المترجم حسيت بقلق شديد جدا واذا بجمال عبداليس بقولوا جنرال كتشكن انا كنت مستعدة جيب لك اي طلب الا ده اذا على طول كده عاوز اقولك وهذا لمصلحتكم اذا ايه زي حد من ضباطكم ارتدى بدلة عسكرية وهو موجود في مصر يماشر مهامه في الدفاع عنهم فليس هناك ما يمنع الشعب المصري ان يقارن ما بين وجودكم عندنا وما بين وجود البعث العسكرية البريطانية في مصر قبل الثورة وانا لذلك انا بقولك وراح نادي برجنف وقال بالمترجم سيادة الرئيس انا جنرال كتشكن طلب مني هذا الطلب وانا اعتذرت عن قبوله واشرحت له الاسباب واسبابي هكذا برجنف وقف لانو احنا لسه بالتبقين فاوزه لطريق فاوزه كان واقف وكان خايف جدا له عاوزهم يلبسوا ملابسهم الرسمية اثناء وجودهم في مصر وله متصور امكانية لد هذا الطلب في هذا الوقت بالتحديد في هذه اللحظة بالتحديد ووضح ان جنرال كتشكن اختارها قاصدا وعمدا او يعني بتصورنا اللحظة المناسبة مش بيعمل دسائس يعني او بيعمل مؤامرات لكن الطلب رفض طلعنا رجعنا القاهرة جنرال سمير نوف بدى ييجي بعدها بيومين ثلاثة يستكشف المواقع المطلوب من قواته انتحميها دفاع سلمي برضو وبعدين جاء بدت الشحنات ييجي لكن حاجة غريبة جدا انه اول شحنات جت نزلت في ميناء اسكندرية جت بعد كده تبقى واخر تبراير نزلت في ميناء اسكندرية ودخلت في طبور مفتوح في شارع اسكندرية وبعدين جاء ملعب ناس بيتكلمني يوميها بيقولي عليها غريبة جدا هما كانوا طالبين السرية والنهاردة هما بيعلنوا كان تفسير واضح قدامنا انها اشارة واضحة من اشارات الحرب الباردة انه خلوا بالكم لانه في لغة الحرب الباردة كانت الانذارات توجه بشفرات فتبقى واضحة قدام القوى الاعظم لكن في قوة اعظم في ذلك الوقت فشتقول انا خطيت خطوة فخلوا بالكم فكان واضح انه بقى في انذار لكن على اي حال الحاجة المهمة ودي اثروها في موسكو كان انه مواقع الصواريخ لنزم تعمل بقاها طائرات ايضا فهيبقى في طائرات او طلعت الطائرات السوفيتي عملت اشتباك برة واحدة مع القوات الاسرائيلية لكن ابتداءا من يوم 18 مارس ومع وجود الخبراء توقفت غارات العبق ودخلت الحرب في مرحلة انتقلت تركيز كله بعد هذا الى الجبهة اتبعوا على خير اشتركوا في القناة